يسعد وقتكم و اهلا وسهلا فيكن انا امونذر واليوم الحلو تبعنا كتير بسيط كتير سهل ما بياخد منكن وقت ابدا ومكوناتهم متوفرة بكل بيت انا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيها و انا عم اشتغل يلا سوا نشوف المقادير و طريقة التحضير جبت التفاح بدي اطعو و اتخلص من البزور اللي فيه فيكن تأشرو او ما تأشرو يعني كمان بيصير ما بيأسر للسرعة انا ما قشرته بس امت البزور اللي بتكون بالداخل كل سهولة يعني ما بده كتير تعقيد بس انه نطالع البزرة و نقطعها باربع قطاع متل ما واضح بالفيديو بعدين بدي اطعو قطاع اصغر شوي لحتى بدي اضربهم بالخلاط بحاول اني اضغرهم شوي حتى يعني يدوبوا معي اسرع الكمية تقريبا هدولة بيطلعوا شيء ست فاحات بهذا الحجم اللي شفتو التفاح يعني فيكن زيدو تقللو حسب ما بتكون انتو يعني بيصير بعد ما بقطعهم هلا هيك بحطهم بالخلاط اللي بدي استخدمو بدي اضيف عليه لتر واحد من الحليب فيكن تحطوا نص الكمية حليب و نص الكمية التانية من المي كمان بيصير بس انا حطيت كامل كمية حليب بدي هلا اضربوه لحتى يصير كله ناعم شايفين كيف صار بهالشكل هادا هلا بدي حطيتهم صفايا بدي اتخلص من الكلش بقايا بيضل بالعصير اللي عملناه مع الحليب هادو اللي زادوا عندي شايفين كيف بصيرو خلص صفيتو هلا ما بيعود فيه ابدا فيه اي شوائب يعني بالمزيج اللي حصلنا عليه اخدته حطيته بالكسرولة بدي اخده لانه هلا بدي ارفعه عن نار بس رح اقلكم هلا على الاضافات اللي بنحطها للحليب انا هون حطيت معلقة واحدة من السكر فيكم بدونه لانه نحنا بنعتمد على حلق التفاح اللي عامل مثلا اه حمية معينة ممكن ما يضيف السكر وهون حطيت ثلاث معالق من الكستر وفيكم اربع معالق من الكستر وفيكم اتعاوضوا الكستر بالنشا ازا بتكون خلطهم كلهم على البارد لازم يختفي تماما الكستر او ازا مستخدمين النشا كمان يختفي تماما بعدين بتاخدوه بترفعوه عن نار بتحطوه عن نار وبتضلو بتحركو فيه لحتى يعني يتقل عندكن المزيج هلا هون عندي تقل شايفين كيفو غير لونه لانه هو فيه كستر صال لونه على اصفر شوي بس صار هيك بها القوام هادا خلاص بقيمو عن نار بتطفي عنه وباخدو بسكبو بالزبادي طبعا هو ما بيكون يعني كتير متماسك يعني شايفين كيف بيكون القوام هادا هو هادا التقل اللي احنا بنحصل عليه فيكن تحطوه ببايركس كامل كمية يعني بتطعوه بعدين او فيكن توزعوه متل ما انا عملت هيك بالكاسات او بالزبادي هلا طبعا بعد ما بدي انا وزع كل الكاسات بدي اتركو بالبراد لحتى يبرد شوي ولبين ما يبرد نحنا رح نشتغل بالتفاح او بالزينة اللي بنحطه عالوجه جبت هون كمان كم حب التفاح تقريبا هدولة كمان شي خمسة او ستة من التفاحات بهذا الحجم هلا بدي اقشرون مو متل هدوك يعني بدي اقيم البذر وكمان اقشرون تخلص من القشور يعني هذا ما فيه كمية محددة فيكن تعملوا الكمية اللي بتكون يعمل هاي التفاح حلق هون هيك بعد ما بأشروا كمان بقطعوا لقطع صغيرة بهالشكل هادا حلق كتير كتير سهل وبسيط طعمته كتير طيبة بجر ربطه رح يعجبكم كتير ويعني هلا تفاح متوفر بكترة فيكن تعملوا كمية اللي بتكون اياها بيبون هلا هدول بدي حطهم بالمقلاية لحتى بدي كرملهم شوي يعني بدي حطهم على الغاز ورح ضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقتين كبار من السكر هون سكر لازم نحطه لحتى هيك يتكرمل شوي معنا وفيكن تقللوا الكمية اذا بتكون تحطوا مثلا معلقة المهم انه ياخد لون وبتركه لحتى يصير لونه على اشقر شوي وتنشف المياه طبعا هو رح يعطي مياه شايفين كيف هلا انا عندي هون نشفت المياه اللي طلعت من التفاح واخد لون هيك بسيط وباخده بحطه بعد ما برد بردة المهلبية اللي عملناها بحط كمية من التفاح هذا رح يكون طعمته فيها حلق اكتر من يعني لانه فيها سكر الطعمة كتير كتير طيبة شافين القوام كيف بيكون شغلته بسيطة وبيحبوه الصغار والكبار بتمنى يكون عجبكن شغلي لليوم اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناتين قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة